اشتركوا في القناة الشيكات يتم الدخول إلى إدارة الحسابات العمليات سندات القبض ونقوم بالتأشير على شيك يتم استخدام شاشة سندات القبض شيكات في حالة قيام العملاء أو المدينين بسداد دفعة من الحساب الذي عليهم أو الدين الذي عليهم من خلال تحرير شيكات وقيام الشركة باستلام أو قبض هذا الشيك تتكون شاشة سندات القبض من جزئين الجزء العلوي والجزء السفلي الجزء العلوي مرتبط بتاريخ الشيك رقم البنك الذي سيتم السحب عليه مبلغ الشيك رقم الشيك إن وجود تاريخ استحقاق الشيك أما في الجزء السفلي فيتم إدخال الحساب المتأثر أو حساب العميل أو المدين الذي قام بتحرير هذا الشيك طبعا حساب البنك في سندات القبض دائما مدين لأنه زاد هناك عدة حالات يتم من خلالها التأثير المحاسب والمالي على البنك وعلى الحساب المتأثر هذه الحالة الظاهرة أمامكم مرتبطة بترحيل الشيكات فالتأثير الأول أو الحالة الأولى إذا كان سند القبض بتاريخ السند أو بتاريخ الاستحقاق أو توسط حساب أوراق القبض أو إدخال الاستحقاق يدويا الآن نقوم بعرض بعض الأمثلة المرتبطة بكل حالة من هذه الحالات نبدأ بالحالة الأولى سندات القبض الشيكات وكان خيار طرحي للشيكات هو تاريخ السند نقوم الآن بعرض المثال سند القبض بتاريخ السند المثال ظهر أمامكم تم استلام الشيك رقم 105 مسحب على بنك التضامن الإسلامي بمبلغ 180 ألف ريال كدفعة من الحساب العامل محلات الشيماء التجاري يستحق هذا الشيك في تاريخه طبعا في حالة قيامنا بتنفيذ سند قبض بتاريخ السند وحفظ السند وترحيله فإن النظام يقوم بعمل القيد المحاسبي الظاهر أمامكم ويؤثر مباشرة بحساب البنك بالزيادة وحساب العميل بالنقصان بمجرد ترحيل ذلك الشيك بغض النظر هل تم تحصيل ذلك الشيك أو لم يتم تحصيل ذلك الشيك إذن في حالة استخدام سندات القبض بتاريخ السند فإن تاريخ استحقاق الشيك هو نفس تاريخ استلام وتحرير ذلك الشيك والنظام يقوم بالتأثير المحاسبي والمالي على حساب البنك وحساب العميل أو الحساب الذي قام بتحرير الشيك ويقوم بتنفيذ القيد المحاسبي الظاهر أمامكم من حساب بنك التضامن الإسلامي مدين زاد إلى حساب العميل محلات الشيماء التجارية الآن نقوم بإدخال هذا المثال خطوة بخطوة في شاشة سندات القبض الشيك على النحو التالي نعود الآن إلى سندات القبض الشيكات ما عليك إلا ضغط على زر الإضافة ونحدد بتاريخ السند نلاحظ ظهور تاريخ إصدار الشيك آليا نقوم عند رقم البنك بالبحث على البنك الذي تم سحب الشيك عليه أو منه يتم ذلك بإدخال رقم البنك مباشرة أو الضغط على F9 واختيار بنك التضامن الإسلامي ريال نتحرك بالماوس نلاحظ ظهور رقم نستند آليا نقوم بإدخال المبلغ ثمانين ألف ريال مبلغ الشيك نقوم بإدخال رقم الشيك مئة وخمسة نقوم بإدخال الحساب الذي تم استلام الشيك منه والذي محلات الشيماء التجارية في الجزء السفلي من هذه الشاشة نقوم بالبحث على حساب محلات الشيماء التجارية في نظام يمنسفت المتكامل هناك عدة طرق للبحث على الحسابة إما من خلال اسم الحساب أو رقم الحساب فإذا ما بدأنا مثلا البحث على الحسابة من خلال أرقام الحسابات هناك عدة طرق الطريقة الأولى الطريقة التقليدية هو أن نذهب مستخدم النظام إلى رقم الحساب ويقوم بالضبط على F9 نلاحظ ظهور الدليل المحاسبي كامل نبدأ بالبحث على رقم حساب العميل ورغم أنها طريقة طويلة بعض الشيء خصوصا إذا كان لديك حسابات كثيرة نلاحظ ظهور محلات الشيماء التجارية ظاهرة أمامكم الطريقة الثانية هو أن يقوم مستخدم نظام متكامل بحفظ بعض الحسابات الرئيسية التي تفيد في عملية البحث والإضافة مثلا الحساب الرئيسي للعملاء في الشركة الخاصة بنا هو 1-2-3-0-1 ربما يختلف من شركة إلى أخرى من دليل إلى آخر فبعد إدخال الحساب الرئيسي للعملاء يتم الضغط على F9 نلاحظ ظهور جميع العملاء الذين تتعامل معهم الشركة محلات الشيماء التجارية موجودة وظاهرة أمامكم الطريقة الثالثة في حالة كنا حافظ لرقم الحساب نقوم بإدخاله مباشرة 0-1-1-0-1 نلاحظ ظهور محلات الشيماء آليا الطريقة الأخرى والبحث من خلال اسم الحساب وهي الطريقة الأكثر استخداما في الواقع فما عليك إلا الذهب عند اسم الحساب ادخل رمز النجمة وتكتب مثلا الشيماء أو محلات الشيماء تستطيع كتابة اسم الحساب كامل أو جزء من اسم الحساب مثلا الشيماء ثم الضغط على F9 نلاحظ ظهور محلات الشيماء بواشرة نقوم بالضغط عليه ونزالها في البيان نقوم بشرح العمل أي تحصيل أو استلام سنتقبل دفعة من الحساب رقم 105 على العميل مثلا محلات الشيماء مسحب على بنك التضامن الإسلامي أو دفعة من الحساب موجب شيك رقم مثلا أو خمسة مسحب على بنك التضامن الإسلامي ثم نتحرك بالماوس أو بالتاب ونقوم بإدخال مبلغ هذا الشيك في هذا الحق المبلغ المحلي ثمانين ألف ريال الآن نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا طباعة سند القبض شيكات ما عليك نضغط على زر الطباعة ونقوم باستعراضه بالضغط على لا أما إذا ما أردنا طباعته نقوم بالضغط على نعم نستعرضه فقط نضغط على لا يظهر سند القبض الشكل الظاهر أمامكم استلمنا من الأخ محلات الشيماء التجارية مبلغ قدره ثمانين ألف ريال أصحوب أو بشكل رقم بنك التضامن الإسلامي ويقيد على محلات الشيماء التجارية ثم التوقيعات الظاهرة أمامكم الآن من أجل التأثير المحاسب والمالي لابد من عمليات الترحيل نقوم بالخرج من هذه الشاشة والذهب إلى ترحيل سندات بنكية ونختار سند قبض ونحدد رقم البنك بإدخال مباشرة أو الضغط على F9 بنك التضامن الإسلامي ثم نتحرك بالماوس أو بالتاب ونقوم بالتأشير على ترحيل ثم استعراض هذا الشيك إذا ما شئنا أو هذا السند بالضغط في التاريخ وبالزر الأيمن نلاحظ ظهور هذا السند نقوم بترحيله الآن إذا ما ذهبنا وقمنا بالطباعة تشف حساب شركة الشيماء التجارية يتم ذلك من خلال الدخول للتقارير يشوفات الحسابات ويتم البحث من خلال اسم الحساب هو إدخال رقم الحساب مباشرة أو يتم البحث من خلال اسم الحساب إذن يتم البحث إما من خلال رقم الحساب أو اسم الحساب نقوم بإدخال رمز النجمة ثم محلات الشيماء ثم نضغط على F9 واختيار محلات الشيماء التجارية بحث اتباعة نلاحظ ظهور وتأثر حساب محلات الشيماء التجارية بمجرد قبض الشيء وترحيله وحفظه لأن التأثير يتم مباشرة بتاريخ السند يتساءل البعض ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا لمعرفة ذلك ما عليك إلا الذهاب إلى قائمة التقارير اليومي العام سند قبل نوع القيد بنكي رقم البنك بنك التضامن الإسلاميلي ثم نقوم بعملية الطباعة يظهر القيد المحاسبي الظاهر أمامكم من حساب بنك التضامن الإسلاميلي المدين لأنه زاد إلى حساب محلية الشيماء التجاري كعميل دائم طبعا كقاعدة عامة كما قلنا سابقا بنك التضامن الإسلامي أو حساب البنوك بشكل عام في شاشة سندات القبض شيكات يكون مدين نعود مرة أخرى إلى شاشة سندات القبض سندات القبض شيك في حالة استخدام طريقة إدخال الاستحقاق يدويا يتم الدخول إليها من إدارة الحسابات العمليات سندات القبض شيك ونقوم بالتأشر على إدخال الاستحقاق يدويا تعتبر هذه الطريقة طريقة إدخال الاستحقاق يدويا من أكثر الطرق استخداما والأكثر ملاءمة في الواقع العملي ميزة هذه الطريقة أنه لن يتم التأثير على حساب البنك إلا بعد التأكد أنه تم تحصيل الشيك بناء على إشعار يارد من البنك ولمعرفة كثير من التفاصيل حول هذه الطريقة نقوم بعرض المثال التالي سند قبض إدخال الاستحقاق يدويا تم قبض شيك رقم 166 مسحب على بنك التسليف التعاون الزراعي كاك بنك من العميل محلات الحسين التجارية بمبلغ 300 ألف ريال كدفعة من الحساب يستحق في تاريخ 26 سبعة طبعا طريقة استخدام سندة القبض هي إدخال الاستحقاق يدويا في حالة استخدام طريقة إدخال الاستحقاق يدويا فإن عملية تنفيذ ذلك الشيك والتأثير المحاسبي على حساب البنك وعلى حساب محلات الحسين التجارية تمر بالمرحلتين المرحلة الأولى في تاريخ إصدار الشيك في تاريخ إصدار الشيك أولا لا بد من أن نقوم بتوسط حساب أوراق القبض وإدخال حساب أوراق القبض بعملة البنك أي بالريال في الدليل المحاسبي في جانب الأصول المتداولة بعد ذلك يتم إضافة حساب أوراق القبض في الحسابات الوسيطة من أجل أن يقوم النظام آليا بالتأثير على حساب محلات الحسين التجارية في تاريخ إصدار الشيك وتنفيذ القيد المحاسبي الظاهر أمامكم من حساب أوراق القبض حساب وسيط طرف مدين إلى حساب محلات الحسين التجارية طرف دائن أي أنه في تاريخ إصدار الشيك في حالة استخدام إدخال الاستحقاق قدويا يتم التأثير المحاسبي المباشر بعد الترحيل على حساب العميل بعد أن يتم توصية حساب أوراق القبض ولنفرض جدلا أنه في تاريخ الاستحقاق تم التأكد من تحصيل ذلك الشيك قال له 166 بناء على إشعار وردة من البنك في هذه الحالة عند ورد إشعار من البنك أو كشف حساب يوضح أنه تم التحصيل فإننا نقوم بالتأثير اليدوي على حساب البنك من خلال الدخول إلى شاشة الشيكات المستحقة والتأشير اليدوي على تحصيل ومن ثم الحفظ وترحيل الشيكات المستحقة في هذه الحالة وبعد ترحيل ذلك الشيكات المستحقة التي تم تحصيلها يتم التأثير على حساب البنك بالزيادة ويتم تصفير حساب أوراق القبض طبعا يتم كل ذلك آليا ويقوم النظام بتنفيذ القيدة المحاسبة الظاهر أمامكم من حساب بنك التسليف الزراعي كاك بنك طرف مدين زاد لأن البنوك في سندات القبض دائما تزيد إلى حساب أوراق القبض حساب وسط طبعا تم تصفير حساب أوراق القبض فنلاحظ أنه في تاريخ إصدار الشيك كانت أوراق القبض طرف مدين وعند التحصيل الفعلي والحقيقي أصبحت طرف دائن أي أنه تم تصفيرها لتنفيذ هذه الخطوات في شاشة سندات القبض في حالة استخدام طريقة الإدخال اليدوي للإستحقاق نعود مرة أخرى إلى شاشة سندات القبض ونبدأ بعملية التنفيذ ما عليك للضغط على زر الإضافة ونحدد إدخال الاستحقاق يدويا طبعا أنا أفضل أن قبل تنفيذ هذا العمل لابد أولا أن نتأكد من أنه هل تم إضافة أوراق القبض بالريال في الدليل المحاسبي هل تم إضافة أوراق القبض كحساب رئيسي في الحسابات الوسيطة التأكد من ذلك كله يتم الخروج من هذه الشاشة الذهب إلى المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي ثم نقوم بالضغط على زر البحث F9 ونبدأ بالبحث على الأصول المتداولة أرصد مدينة أخرى نلاحظ أن شيكات تحت تحصيل أوراق قبض حساب رئيسي أي أنه لم يتم إضافة حساب أوراق القبض بالريال لذلك نقوم بالتفريع من هذا الحساب الرئيسي حساب يسمى حساب أوراق القبض بالريال فما عليك إلا الضغط على زر الإضافة وإدخال أول حساب أوراق قبض بالريال وعثنين ثمانية صفر واحد صفر صفر واحد التحرك بالماوس أو بالتفريع نقوم بإدخال هذا الحساب الرئيسي وعثنين ثمانية صفر واحد ونقوم بكتابة اسم الحساب أوراق القبض بعملة البنك ريال نقوم بإدخال حساب فرعي ريال ثم نقوم بعملية الحب الآن نذهب إلى الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات تهيئة النظام الحسابات الوسيطة ونقوم بالتأكد من إدخال أوراق القبض أن أوراق القبض غير مضافة في الحسابات الوسيطة نقوم الآن بإضافتها ما عليك إلا جعل المؤشر عند أوراق القبض والضغط على إفتسعة والبحث على شيكات أوراق قبض ونقوم بإدخالها طبعا حساب رئيسي ثم نقوم بعملية الحفل الآن نستطيع تنفيذ العملية نذهب إلى العمليات سندات القبض شيك نقوم بالضغط على زر إضافة ونؤشر على إدخال الاستحقاق يدويا نذهب إلى رقم البنك نضغط على إفتسعة كاكبانك بتسليف التعاون الزراعي نتحرك بالتاب ولا بالماوس نقوم بإدخال مبلغ العملية ثلاثمائة ألف ريال نضغط على مبلغ الشيك نقوم بإدخال اسم الشركة التي قامت بتحريه هذا الشيك محلات الحسين التجارية رقم الشيك مئة وستة وستين تاريخ الاستحقاق نقوم بإدخاله ستة وعشرين سبعة الفين واربعة عشر الآن نقوم بإنزال حساب الحسين ويتم إنزال الحسابات أو البحث على الحسابات إما من خلال اسم الحساب أو من خلال رقم الحساب من خلال رقم الحساب ما عليك إلى جعل مؤشر عند رقم الحساب والضغط على إفتسعة يظهر الدليل المحاسبي كاملا نبدأ بالبحث على شركة الحسين التجارية أو محلات الحسين التجارية نلاحظ أنها موجودة هذه الطريقة الأولى طريقة طويلة بعض الشيء خصوصا إذا كان لديك عدد كبير من الحسابات الطريقة الثانية هو أن يتم إدخال الحساب الرئيسي للعملاء أنا أفضل أن يكون مستخدم نظام متكامل حافظا لبعض الحسابات الرئيسية في الدليل التي تساعد في عملية الباحث وعملية الإضافة فمثلا الحساب الرئيسي للعملاء في الشركة الخاصة بناء هو 1-2-3-0-1 طبعا يختلف من شركة إلى أخرى من دليل لآخر المهم أن يتم حفظ الحساب الرئيسي ثم نقوم بالضغط على إفتسعة نلاحظ ظهور جميع العملاء أو المدينين الذين تتعامل معهم الشركة من ضمنهم محلات الحسين التجارية الطريقة الثالثة هو أن يتم إدخال رقم الحساب مباشرة إذا كنا حافظين لرقم الحساب 1-2-3-0-1-0-0-9 ثم التحرك بالماوس أو بالتاب نلاحظ ظهور اسم الحساب الطريقة الأخيرة وهي الطريقة الأكثر استخداما في الواقع أن يتم البحث من خلال اسم الحساب إذا كان لديك عدد كبير جدا من الحسابة فما عليك إلا عند اسم الحساب تقوم بإدخال رمز النجمة ثم تكتب محلات الحسين أو تكتب فقط الحسين تستطيع كتابة اسم الحساب كامل أو جزء من اسم الحساب ثم تقوم بالضغط على F9 أن نلاحظ ظهور الحساب مباشرة نقوم بالتأشير عليه مرتين وإنزاله إلى الشاشة نقوم بتوضيح العملية دفعة من الحساب بموجب شكل رقم 166 مصحب على بنك كاتبانك التسليف التعاون الزراعي نقوم بكتابته بعد كتابة البيان نقوم بإدخال المبلغ 300000 ريال ثم نقوم الآن بعملية الحب إذا ما أردنا طباعة هذا السند واستعراضه نقوم بالضغط على زر الطباعة إذا أردنا طباعتهم باشرة نقوم بالضغط على نعم إذا ما أردنا فقط الاستعراض نقوم بالضغط على لا يظهر سند القوم بالطريقة الظاهرة عاما لكم سند القوم البيانات التفصيلية استلمنا من الإخوة محلات الحسين التجارية مبلغ قدره 300000 ريال وجب شيك 160 مسحوب على كاك بنك تاريخ الاستحقاق 26 سبعة الآن نقوم بعملية التأثير المحاسبي والمالي من خلال الترحيل فنخرج من هذه الشاشة نذهب إلى قائمة الترحيل سندة بنكية قب نقوم بالبحث على الحساب أو على حساب البنك إما بإدخاله مباشرة أو بالضغط على افتس أو تخرق عمل البنك كاك بنك ثم التحرك بالتاب أو بالماوس نقوم بالضغط على ترحيل ثم نقوم بالضغط على ترحيل الآن إذا ما قمنا بطباعة كشف حساب محلات الحسين التجارية نلاحظ أنه في تاريخ إصدار الشيك وبعد الترحيل تم التأثير المحاسبي آليا على حساب محلات الحسين فإذا ما ذهبنا للتقارير فشفات الحسابات حسابات الفرعية وقمنا بإدخال رقم الحساب مباشرة أو البحث من خلال رقم الحساب أو اسم الحساب أنا أفضل اسم الحساب نقوم بإدخال رمزة النجمة ثم نكتب محلات الحسين أو الحسين ثم إفتسعة ثم طباعة نلاحظ تأثير محلات الحسين التجارية في تاريخ إصدار الشيك بمبلغ الشيك دفعا من الحساب بموجب الشيك رقم 166 مسحوب على بنك التسريف الزراعي بـ 300 ألف ريال طبعا توضيح أو شرح كشف حساب محلات الحسين كان عليكم رصيدة تتاحي مبلغ 320 ألف عليكم مبيعات مبلغ مليون وأربعين ألف قمتم بسداد بناء على شيك رقم 166 300 ألف ريال الرصيد المتبقي عليكم في حسابكم مليون وستين ألف ريال لمعرفة القيد المحاسبي الذي يتم تنفيذ آليا في نظام يوم السفت المهتة كامل ما عليك إلا الخروج من كشفات الحسابات الذاب إلى التقارير اليومية العامة نوع المستند قبض نوع القيد بنكي رقم البنك ثم نقوم بالطباعة يظهر القيد المحاسبي بشكل ظهر أمامكم من حساب أوراق القبض كحساب وسط طرف مدين إلى حساب محلات الحسين التجارية طبعا هذا في تاريخ إصدار الشيك أما عند ورود إشعار من البنك يفيد بأنه تم تحصيل الشيك في مثل هذه الحالة ما عليك إلا الدخول إلى إدارة الحسابات العمليات الدخول إلى الشيكات المستحقة ونقوم بإدخال تاريخ الاستحقاق 26 سبعة ونقوم باختيار سنة قبل ثم الضغط على زر البحث نلاحظ نزول الشيكة الخاص بنا نقوم بضغط على تحصيل أي أنه تم تحصيله فعلا الآن نقوم بعملية الحفظ ونذهب للتأثير المحاسب من خلال الترحيل الشيكات المستحقة سند قبل نقوم بالبحث على البنك بالضغط على F9 كاك بنك ترحيل ثم ترحيل الآن تم التأثير المحاسب على حساب البنك إذا ما أردنا التأكد من ذلك نذهب إلى قائمة التقارير اليومية العامة نوع المستند سند قبل نوع القيد بنكي رقم البنك كاك بنك ونقوم بإدخال تاريخ الاستحقاق 26 سبعة ثم نقوم بعملية الطباعة نلاحظ أن حساب كاك بنك التصريف الزراعي قد تأثر في تاريخ استحقاق الشيك بعد تأشر على تحصيل فقام النظام بتنفيذ القيد المحاسب التالي من حساب بنك التصريف الزراعي كاك بنك 300 ألف طرف مدين زاد إلى حساب أوراق القبض حساب وسيط طرف دائن أي أن حساب أوراق القبض في تاريخ الاستحقاق وبعد التأشر عليها والتحصيل تم تصفيرها ففي تاريخ اصدار الشيك كانت مدينة أوراق القبض مدينة وبعد أمالية التحصيل أصبحت دائنة أي أنه تم تصفيرها نعود مرة أخرى إلى شاشة سندات القبض شيك نوضح الآن طرق البحث على سندات القبض التي تم تنفيذها سواء أكانت سندات القبض شيكات مرحلة أو غير مرحلة أو الكل أي المرحلة وغير مرحلة معا يتم الدخول إلى إدارة الحسابات العمليات سندات القبض ونختار شيكات ثم نقوم باستخدام الخطوات التالية واتباعها من أجل البحث على سندات القبض شيكات المنفذة معالك نضغط على زر البحث نذهب إلى رقم المستند ونجعل المؤشر هناك ثم نقوم بالضغط على F8 تظهر الشاشة الخاصة بعملية البحث نستطيع البحث من خلال رقم المستند أي أن نقوم بإتخلق المستند المطلوب البحث عن نستطيع البحث بناء على سندات القبض سواء كانت نقدية أي من الصندوق أو من الشيك بالتأشر على شيك كذلك نستطيع البحث بناء على التاريخ أي فترة معينة يوم أسبوع شهر وهكذا نستطيع كذلك البحث على سندات القبض شيكات بناء على الحسابات المتأثرة نلاحظ هنا خيار السندات المرحلة غير المرحلة الكل فإذا ما أردنا مثلا البحث على السندات التي تم ترحيلها والتأثير المحاسب والمال عليها نؤشر على مرحلة ثم نقوم بالضغط على زر البحث نلاحظ ظهور سندات القبض شيكات المرحلة ونلاحظ أنه مؤشر أمامها أنها مرحل فإذا ما أردنا إنزال بياناتها إلى الشاشة نقوم بالضغط عليها مرتين نلاحظ ظهور البيانات الخاصة بها كقاعدة عامة السندات المرحلة لا يمكن تعديلها أو حذفها فإذا ما أردنا مثلا تعديل البيانات الخاصة بهذا الحساب أو بهذا السند نقوم بالضغط على زر التعديل نلاحظ ظهور هذه الرسالة رقم مستناد مرحل في حالك كان هناك خطأ معين في هذا السند فهناك طريقة لإصلاح ذلك الخطأ إما من خلال إجراء محاسبي معين كتسوية أو قيد عكسي الطريقة الثانية بناء على الصلاحيات الممنوحة لك ما عليك إلا إلغاء الترحيل ثم التعديل وبعد التعديل نستطيع عملية الحفظ والترحيل مرة أخرى إذا ما أردنا البحث على سندات القط شيكات غير المرحلة نقوم بالضغط على زر الباح نجعل المؤشر عند رقم المستند نقوم بالضغط على F8 ونؤشر على شيك السندات غير المرحلة ثم نقوم بالضغط على زر الباح نلاحظ ظهور السند غير المرحل فإذا ما قمنا باستعراض بياناته نقوم بالضغط عليه مرتين كقاعدة عامة السندات غير المرحلة قابلة للتعديل أو الحذف فإذا ما أردنا التعديل نقوم بضغط على زر التعديل ونلاحظ أننا نستطيع تعديل المبلغ إذا ما أردنا وكذلك نستطيع استعديل البيان كيفما نشاء إذا ما أردنا البحث على جميع السندات المرحلة وغير المرحلة نقوم بضغط على زر الباح ثم جعل مؤشر أندرق المستند ثم F8 ونختار شيك الكل ثم عمليات البحث نلاحظ ظهور جميع السندات المرحلة وغير المرحلة نستطيع كذلك استعراض سندات القبض من قائمة التقارير على النحو التالي نخرج من هذه الشاشة نذهب إلى قائمة التقارير السندات السندات البنكية ونقوم بالتأشرة على سند قبض ثم نقوم باختيار أحد الخيالات الظاهرة أمام كل السندات السندات المرحلة فقط السندات غير المرحلة طبيعة التقارير تحليلي إجمالي فإذا ما اخترنا تحليلي مثلا واخترنا كل السندات وقمنا بالطباعة نلاحظ ظهور جميع السندات التي تم تنفيذها جميع الحسابات المرتبطة بهذه السندات بالشكل الظاهر أمامكم نكون بهذا قد قمنا بعرض طرق البحث على سندات القبض الشيكات سواء سندات القبض المرحلة أو غير المرحلة يتساءل البعض في حالة حدوث خطأ معين في البيان في المبلغ وأردنا التعديل في سند القبض الشيكات في مثل هذه الحالة إذا ما أردنا مثلا ضرب مثال بسط نقوم باستعرض أحد السندات المرحلة نقوم بضغط زر البحث رقم مستند ثم 8 شيك مثلا المرحلة نقوم مثلا بإلغاء ترحيل السند الأول أو محاولة تعديله نقوم باستعرضه إذا ما أردنا تعديل البيان مثلا أو المبلغ وقمنا بالضغط على زر التعديل ماذا نلاحظ تظهر هذا الرسالة رقم مستند مرحل من أجل التعديل كما قلنا سابقا لابد أولا إما من استخدام الإجراءات المحاسبية والتسويات المعينة أو بناء على الصلاحيات الممنوحة لك يتم التعديل من خلال إلغاء الترحيل ثم التعديل فإذا ما أردنا مثلا إلغاء الترحيل وتعديل هذا المستند نقوم بالخروج من هذه الشاشة الخروج من إدارة الحسابات الذهاب إلى إدارة النظام إلغاء الترحيل السندات البنكية ونقوم بالبحث على رقم البنك بالضغط على تبعا نختار سند قب رقم البنك F9 مثلا بنك التضامن الإسلامي ثم التحرك بالتاب أو الماوس المستند رقم 1 نقوم بالغاء الترحيل الخاص به ثم إلغاء نعود مرة أخرى إلى سندات القب من خلال الدخول إلى إدارة الحسابات العمليات سندات القب شيكات بحث ثم نقوم بالضغط على F8 الثانية شيك غير المرحلة الآن أصبح غير مرحلة نقوم بعملية الباح نلاحظ ظهور الشيك غير المرحل بعد عملية إلغاء الترحيل نقوم بالضغط على مرة ونزل بياناته الآن نقوم بتعديله كيفما نشاء مع الكلبات على زر التعديل فإذا ما أردنا تعديل المبلغ نقوم بتعديل المبلغ مثلاً تسعين ألف ريال وفي أعلى الشاشة تسعين ألف ريال كمثال ثم نقوم الآن بعملية الحفظ والترحيل مرة أخرى الترحيل السندات البنكية رقم البنك يتم تماماً سند قبل رقم البنك الضغط على F9 بانك التضامن الإسلامي نتحرك بالتابعة أو بالماوس تأشير ثم الترحيل نكون بهذا قد استعرضنا طرق البحث وكيفية إلغاء الترحيل بالنسبة لسندات القبل التي تم ترحيلها